ترجمة نانسي قنقر وسجل ثاني مشاركة له في مستباقات القدرة بعد أن شرك في سباق الشهر الماضي في سباق 40 كم كما دخل الفرسان المشاركين في منفزة قوية على نهاء مراحل السباق في ظل أهميتها للبطولات المقبلة وشرك في السباقات أكثر من 115 فارسا وفارسا يمثلون الإصطابلات المحلية كما شهدت السباقات مشاركة فرسان من خارج مملكة البحرين المرحلة الأولى يمكن كانت أصعب من الثانية المرحلة الأولى كانت 40 كيلو المرحلة الثانية كانت من أحلى ما يكون المسار ترتيب يعني تألق لآخر درجة الأمانة السباق الأول كان سباق ليلي فالسباق الليلي أصعب بكثير بكثير من السباق اليوم الشي الثاني بالنسبة للأربعين والثمانين لازم الواحد يفكر في الخيل يعني فكرك على طول أنك بس تتبقى تخف على الخيل ما تبقى أن أين كان ما تبقى أن أتقل عليه فبهذه الطريقة تختار المسار اللي تبقى تاخذه تختار وين بتوقف في المسار إذا تشد ما تشد ففكرك على طول بالخيل الأربعين لا الأربعين أنت تبقى تخلص بس شوف الثاني سباق في الموسم لا زال جاستنابض لكثير من الاستبلات الأزواء لا زالت يعني لو ما اعتدله بالنسبة لليوم ووفقنا بأجواء ممتازة إنما المتابعاتنا والسباق المائة كيلومتر والثمانين كيلومتر هو واضح أن الاستبلات قاعدة تعد جيادها القادم من السباقات في الموسم هناك كاس العيد الوطني كاس سمو الشيخ خالد بن حمد كاس سمو الشيخ ناصر كاس جلالة الملك هذه السباقات اللي هي تعتبر سباقات البرستيج رايت فبالتالي المدربين يعدون جاهدهم لهذه السباقات الأساسية ترجمة نانسي قنقر